اعتاد الياس ان يقطف 16 طن من اكواز الصنوبر لكن محصوله هذا العام بالكاد يلامس 100 كيلو جرام بعدما قدت حشرات على انتاجه لتفتك بغابات الصنوبر ذهب لبنان الابيض مخاريط مثل ما شايفين ما في شيء في عنا فوق 90% مخاريط يبسي راجع انتاجنا بالمرة في غابة القصيبة في جبل لبنان يعاين الياس اشجاره العملاقة بعضها يبس جذعها واخرى تساقطت مخاريطها قبل ان تصبح اكوازا وجراء تزايد الحشرات وتراجع الانتاج شهد سعر الصنوبر الابيض ارتفاعا تدريجيا تجاوز معه 8 كيلو جرام قرابة ضعفي الحد الادنى للاجور في لبنان اكتر شيء ضرر بتسببه هي على الصنوبر المسمر لانه كوز الصنوبر المسمر هو بحد زيته في كمية اكل كبير فلاحظنا انه اوقات بكون في عنا اكتر من عشر حشرات موجودين على الكوز من هالفصيلة قاعدين عم بمصوا بالمنقار المتخصص تبعون الحشرة المعروفة باسم بق الصنوبر مؤذية جدا وباتت موجودة في اغلب غابات الصنوبريات ضررها الاكبر على الاشجار المثمرة وهو ما يؤذي انتاج المزارعين اللبنانيين الذين لا يجدون من يدعمهم في رش الحشرات التي تتكاثر في الاحراج المتضررة ففي لبنان الغارق في ازماته الاقتصادية لا تشكل مكافحة الحشرة اولوية للجهات الرسمية